يا اهلا بالفيلموية بيبدأ فيلمنا مع بطلنا جون واللي بيكون مسجون في قضية قتل غير عمد بس بسبب حسن سلوكه وهدوءه في السجن بيوافق القاضي ان هو يقلل مدة العقوبة لنص المدة وبيكون جون قضى فعلا نص المدة فبيفرجه عنه بس بشرط متابعة سلوكه لفترة وجون بيكرر انه يبدأ حياة جديدة لنفسه بعد ما خرج من السجن وبيدور على شغل الحد ما بيشتغل في مبنى تحت الانشاء وبالليل بيروح يقعد في بار وهناك بيشوف عاملة البار وبنعرف ان اسمها فيرانكي وبنشوف فيرانكي بتقدم المشاريب لمجموعة من الشباب وواحد منهم بيحاول يتحرش بيها وجون بيشوفهم وبيهجم على الشاب وبيكبره يعتذر لفيرانكي وبيمشي من البار خالص وبيشوف صاحب البار اللي بيحصل وبيعجبه قوة جون وشجعته وبيقوله ايه راية تشتغل امن في البار فبيوافق جون انه يشتغل معاه وبعد فترة كده بيروح جون جلسته مع الزابط المسئول عن سلوكه وجون بيقوله انه بقى عنده وظفتين بس الزابط مش بيكون مهتم بكلام جون وبيبقى كل اهتمامه ان ملف جون اللي في ايده ما فيهوش شغب ومشاكل وبعد كده بنلاقي ان بيحصل خناءة بين اتنين في البار واللي بيفصل بينهم جون وبمجرد ما بيسيبهم بيرجعوا للخناء من تاني فجون بيتعصب عليهم الاتنين وبيكرشهم الاتنين برا البار وبعدها بنلاقي واحد في البار بيروح لجون وبيعرفه بنفسه وبيكون اسم رينو وبيعرض على جون شغل جديد بمرتب كبير بس جون مش بيهتم بكلامه عشان هو مرتاح في شغله في البار وبيسيبه وبيمشي وفي تاني يوم بعد ما جون بيخلص شغله في المبنى الانشاء ده بيلاقي واحدة بتنادي عليه وبتعرفه باسمها فيرونيكا وبتكون مرات الراجل اللي قتله من غير قصد وبتقوله انها قارد جواباته اللي كانت بيبعتها لها وصدقت انه حاسس بالندم بسبب العمله وعشان كده بنعرف انها قدمت للقاضي طلب الافراد عنه وبتعرفه انها قارد رسالته اللي قال لها فيها انه مستعد يعمل اي حاجة ليهم عشان يكفر عن زنبو وعشان كده بتقوله انها محتاجة مبلغ كبير لان بنتها مريضة ومحتاجة عملية زرع قلب ضروري بس جون بيقول لها انه صعب يعرف يجمع المبلغ ده وانه حتى ما عندوش اي حاجة يباعها عشان يجيب لها المبلغ ده بس فيرونيكا بتتعصب وبتقوله انها مش هميمها كل اللي بيقوله واللي هميمها انه يكون قد وعده وينقص بنتها وبتسيب له ورقة فيها عنوانها وبتمشي وبعدها بيروح شغله في البار وهو بيفكر هيعمل ايه علشان يساعدهم وبيسأل فيرانكي ازاي يقدر يوصل لرينو ده اللي عرض عليه شغلة قبل كده بمرتب كبير فبتقوله انها عرفة مكانه وبتاخده لصالة لاب كوتشينا وبنلاقي رينو ده قاعد بيلعب هناك ولما بيشوفهم بيسيب اللاب وبيقوم يكلمهم وبيسألوا جون عن الشغل اللي هو كان عايزه فيه فبياخدوا الحلبة مصرعة وبيقولوا انه كل شغل انه يتصارع مع الشخص ده ولو كسب هياخد مبلغ هيوصل لستة لاف دولار في اليوم بس جون بيرفض عرض رينو وبيسيبهم وبيمشي ورينو بيفضل وراء علشان يقنعه وبيروح جون لفيرونيكا في البيت بعد معارف العنوان من الورقة اللي سبت هاله وبيعتذر لها انه مش هيقدر يساعدها لانه مش هيعرف يلم مبلغ كبير زي ده ففيرونيكا بتتعصب وبيتقول انه كذاب وان كل كلامه اللي في الرسائل كان كذب وبتخرج بنت فيرونيكا على صوت امها العالي وساعتها بيشوفها جون وامها بتقولها انها تدخل قضطها من تاني وواتها بيحس جون انها مسؤولة منه لانه كان السبب في موت ابوها فبيقرر انه يساعدها اما عند رينو فبيروح لتاجر معروف وبيطلب منه انه يديله فلوس علشان يسدد الفلوس العالي ويددله فلوس سلف ولكن التاجر رفض يددله الفلوس والتاجر بيقول له كمان لو عايز فلوس اشتري منك ازرار بوك الاسرية ويددله مكانها مبلغ كبير بس يرينو بيرفض لانها بتكون عزيزة عليه ومش بيوافق يفرط فيها والتاني يوم الصبح عند جون المدير بيتخانق معه في الشغل وبيتعصب عليه وبيطرده وفجأة المدير بيتعب وبيتجيله ازمة قلبية فجون بسرعة بيعمله شوية اسعافات قبل ما الاسعاف تيجي ورجل الاسعاف بيقول ان مساعدة جون المدير انقاذت حياته من الموت وبكده جون بيكون خسر الوظيفة الاساسية ليه ومش قدامه غير انه يوافق على عرض رينو وبيروح لحلبة المصرعة اللي راحها قبل كده وهناك بيشوفوا متابع المباراة واللي بيكون منهم لعب تبع رينو وبعدما الجولة بتخلص بياخدوا استراحة وجون بيروح وراهم ورينو بيتجاهله وبيكون مركز مع اللاعب اللي معاه وبيقوله انه باقي لهم جولة واحدة ويكسبوا واللعب بيبقى تعب من كتر القتال وبيقوم بيروح واقع يغم عليه ووقتها جون بيقول لرينو انه موافق يشتغل معاه فبياخدوا رينو بسرعة للحلبة وبيفهموا انه لازم يكسب الجولة دي وبيعرفوا نقاط ضعف اللاعب اللي هيلعب معاه وان سنانه حد وبيعض وبيدخل جون للحلبة والحكم بيقول لهم على القوانين وان الاسلحة متاحة في القتال معادة الاسلحة النارية ورينو ما بيقولش الجون الكلام ده وشوية وبيبدأ القتال وبيتكون اول مرة الجون يقاتل في حلبة مصرعة وبيبقى متوتر ومش عارف يستخدم كل قوته وبيحاول يتفادى ضربات الخصم ليه لحد ما بيقدر يتفوق عليه وبيضربه ووقتها بنلاقي واحد من الجمهور بيحدف للخصم عصايا معدنية عشان يضرب بيها ويقدر يدفع عن نفسه وفعلا بيقدر يستخدمها ويدرب بيها جون بس عالميا جون بيقدر ياخدها منه وبيرميها لانه بيفضل انهم يستخدموا قديهم وقوتهم في القتال وبيبني ان جون اقوى من خصمه بكتير لدرجة انه بيخليه يستسلم وبيكسب جون المباراة وبعد المباراة في رنكي بيتعليج له الجروح اللي اتصابها وعمنا رينو بيدي له مكافئته من القتال فبيقسمها جون بينه بين المصارع اللي كان قابله واللي كان اغمى عليها قبل كده لانه كان السبب انه يفوز ورينو بيقولهم انهم لازم يحتفلوا النهاردة بمناسبة فوز جون ولما جون بيروح لزيارته الاسبوعية للزابط وبيحكيلوا انه هو اضطرد من وظيفته الاساسية بس يعني كالعادة بيظهر على وش الزابط انه هو مش مهتم بكلام جون وبيخرج جون من عند الزابط وبيتمشى لغاية بيته وهناك بيشوف باب الشقة بتاعته مفتوح وان رينو وفرانكي مستنيينه وبيحييرينه على زكاؤه وان شايل فلوسه في التكييف وان هو المفروض يجي يعيش معه في بيته ودل انه هيشتغل معه من النهاردة ولازم يكونوا سوا دايما وبيروح رينو الحكم المباريات واللي بيكون بيشتغل مع جماعة كبيرة من اصحاب القتال الغير مشروع ورينو بيطلب منه انه يشتغل معاهم ولكن الحكم بيرفض لان رينو معروف انه هو فاشل وما بينجحش في شغله وبيطلب جون انه يتكلم مع الحكم لوحده وبيحاول انه يقنعه فبيوافق يشتغل في القتال علشان يساعد بنت تعمل عملية زرع قلب والحكم بيحس ان جون بيختلف عن باقي المصرعين علشان هو دخل في القتال الغير مشروع ده وهو مجبر عليه والراجل بيوافق وبيجازف انه يشتغل معاهم فبيثبت على قراره برفض رينو ويشتغل معاه فبيضيق رينو انه هو حتى مش معه فلوس حتى يراهن بها وبيشتغل لحساب نفسه فساعتها رينو بيقرر انه يبيع ازرار والده الاسرية وبيروح لتاجر وبيرهنهم عنده وبيقوله ما يبيعهمش لانه هيرجع يشتريهم مرة تانية وبعد ما رينو بيجمع الفلوس بيروح مع جون وفيرنك لساحة قتال وبنشوف حوالين حلبة القتال كلاب متسلسلة على بعض بسيط من اللاعبين وبيروح رينو يتكلم مع صاحب الحلبة ولكن بمجرد ما بيشوف رينو وبيقمر رجالته يمسكوه يقتلوه لانه مديون ليبي فلوس ورفض يدهالو بس ساعتها جون بيتدخل وبيقول لصاحب الحلبة انه هو هيقاتل مقابل دين رينو وان فلوس الرهن اللي هيكسبها من المقاتلة هتكون مقابل دين رينو وبيقوله لو خسير تخلص على رينو وبيدخل جون للحلبة وبيقاتل خصمه اللي كان في نفس قوته والخصم بيقدر يوقع جون على مسافة قريبة من الكلاب وده بيخلي واحد من الكلاب المتوحشة تهجم على جون وعضه في ايده ولكن بيقدر يستعد قوته وبيقوم بسرعة وبيستخدم جون كل قوته في القتال لحد ما بيقدر يتغلب على خصمه ويخليه فقط قوته وبيكسب جون المباراة وبيقدر يسدد دين رينو وبعدها بينشوفهم في العربية بيحتفل بفوز جون وبتجيله رسالة من فيرونيكا وبتلاحظ فرانك للإسم وبتسأله عنها ولكن هو مش بيرد عليها وبعد كده جون بيروح المستشفى وهناك بيلاي فيرونيكا مسترنية وضم قودة بنتها اللي اتحجزت في المستشفى بسبب تدهور حالتها فبيطمنها جون وبيقولها انه بيحاول يجمع الفلوس في اقرب وقت وفي تاني يوم في الحلبة بيبقى جون بيلعب خصمه وكالعادة هو اللي بيكسب وبيدخل جون في قتالات قوية وخطيرة زي انه بيقاتل فوق مكان عالي او مع خصم مسلح وبالرغم من العقوبات اللي كانت بتواجه جون في القتال اللي انه كان دايما بيكسب بسبب شجعته وقوته وبنلاقف يوم بعد ما بيخلص قتاله وبيجمعه فلوسهم وبيحسبها رينو في نفس الوقت اللي بتعليق فرانك فيه جروح جون وبتستغل فرصة ان رينو خرج يتكلم في التليفون وبيفضله يتكلمه سواء وبيحكي لها عن ذكرياته المؤلمة في السجن والوقت اللي هو حاول فيه تحكم في غضبه عشان ما يقزش حد بسبب عصبيته وبيخرج يروح المطعم اللي متعود يقعد فيه والجرسونة اللي فيه صاحبة جون ووقت ما كانت بتتكلم مع جون بيتلاحظ ان فيه عربية سودا وقفة وبتبص عليهم ولما بتقول جون بيبص عليها وبتمشي من مكانها فورا وبيرجع جون البيت وبيسأل على رينو لكن بيعرف من فرانك انه هو مش موجود وده لانه رح صالة الامار من غير ما يقول وهناك بتجيله رجالة لابسة سود وبتعف وراه ولما بيطلبوا منه انهم يتكلموا معا على انفراد ما بيديهمش اهتمام فبيطار انهم يسحبوا من هدومه ويجرجروا وسط الناس وبيخضوا في منطقة بعيدة عن الناس وبينزلوا فيها ضرب وبيهددوا انه هو لازم يرجع الفلوس اللي عليه وبيدولوا مهل اسبوع وبكده رينو بيكون وايع في مشكلة وما بيقولش الجون وفرانك عليها وتاني يوم بيروحوا لساحة القتال اللي بيكون على السفنة في المية وبيكون رينو عارف معلومات عن المصارع اللي هيقاتل جون وبيقول لجون معلومات عنه وانه هو قوي وعنيف جدا ولكنه عنده فك ضعيف لو قدر يوصل لوشه ويضربه فكه هيقدر يتغلب عليه وفعلا بيبدأ القتال ومن اول القتال بيظهر عنف المصارع وبيبقى هيغلب جون في بداية المباراة وبيبقى جون بيحاول يحمي نفسه من ضربه العنيف لحد ما بيضربه خصمه وبيفل على ايده الباب لكن بيقدر يحرر نفسه استعاد قوته ويبدأ في القتال بقوة مع خصمه وبيشتد خصمه وبكده جون يتقدم خطوة عليه وبيبدأ انه هو يضربه بكل قوته وبيفتكر كلام رينو وبيضربه فكه بقوة وبتأثر عليه الضربة بشكل فضيع فبيضربه مرة ورا مرة على فكه لحد ما وشه بينزف وبيستسلم وبيكسب جون المباراة وبيروح التلاتة البارة علشان يحتفله وبيمدى حرينه في قوته وبيجي تلفون لجون وملامحه بتتغير للخوف والقلق وبعدها بيخرج من المكان بسرعة وبيخرج ورانه وفرانكي وبيروح بسرعة لبيت فيرونيكا وبيكسر الباب رجله وبيدار عليها في كل مكان وبيلاقي رسالة من المستشفى بتقول ان فلوس عملية زرع القلب لازم تبقى موجودة قبل العملية فبيفضل يدور على فيرونيكا فبيلاقيها موجودة في الحمام واستبركة من الدم بعد محاولتها انها تتخلص من حياتها فبيخرجها بسرعة وبيجري بها على المستشفى وهناك بتجيله فرانكي وبتطلب منه انه يحكي لها قصة الست اللي هو عنقازها فبيقول لها ان هي مرات الرجل اللي قتله وانها السبب في انه يخرج بعد نص مدة حبسه وده كان مقابل انه يجمع المال مقابل ان بنتها تعمل عملية زرع القلب وبيقول لها ان ده السبب اللي خلا يدخل في طريق القتال غير المشروع عشان يجمع لها الفلوس في اعرب وقت وبيدخل جون يطمن عليها واللي اول ما بتفوق بتتعصب انه انقازها وده لان هي حاول تخلص نفسها لان قلبها مطابق لقلب بنتها وان هي لو ماتت هيقضوا قلبها لبنتها ومش هيحتاجوا انهم يجيبوا الفلوس دي كلها للعملية بس جون بيطمنها انه هيحاول بكل طاقته علشان يجمع الفلوس اما رينو فبيروح للتاجر اللي هو رهن عنده ازرار ابوه وبيقول له جيبها علشان هيرجع يشتريها تاني لكن بيتفاجئ ان التاجر باعها لواحد تاني علشان عرض عليه فلوس اكتر فرينو بيتعصب عليه وبيطلب منه يقول له على الشخص ده بس التاجر بيرفض ان يقول اسمه فرجع البيت وهو متعصب وزعلان وبيرجعوا جون وفرانكلي وبيلاورينو وبيعد الفلوس اللي هم جمعوها وبيقول لجون انهم معروض عليهم مباراة قتال بكرة وبيسألوا اذا كان هيوافق ولا لا فبيوافق جون وتاني يوم بيروحوا لساحة القتال اللي بيكون في رجالة الشخص اللي رينو مديون ليه وبيكتفوا رينو في الحمام علشان ياخدوا منه الفلوس وبيحاول رينو هديهم وبيقول لهم انه عنده مباراة النهاردة وان صديقه هيفوز ولما يفوز هيديهم الفلوس ويسدي الدين اللي عليه وساعتها بيتلاحظ فرانك الرجال اللي خارج من عند رينو وبتعرف ان رينو مخبي عليها حاجة فبتسأله فبيدري عليها فبتتعصى عليه وبتسيبه وبتمشي وبيلاحظ جون ان في حاجة غريبة بينهم بس ما بيحطش في دماغه وبيروح لحلبة القتال وبيبدأ القتال وبنشوف خصم جون وبنلاقيه عنيف جدا لدرجة انه خنق جون بالسلسلة بس جون بيقدر يفك نفسه عن طريق انه هو بيغرز مصمار في رجله وبيحاول جون انه يتفدور لدوله نفس الدربات لحد ما بتبدأ طاقة اللعب تقل وبيفضل يضربه جون في كل مكان في جسمه لحد ما بيفقد اللعب كل طاقته وساعتها الجماهير بتهتف لجون انه يقتله فبيتردد جون وبيقف لحظاته علشان ياخد قراره وفي النهاية بيخرج من الحلبة وبيقول انه هو كده خلص فبتخرج وراه فرانكي وبتحاول النهاية تمنعه لانه كده هيكون انسحب وخسر لكن هو بيصمم على قراره وبتروح فرانكي وبتشوف رينو اللي بتلاقيه مرمى على الارض هو مضروب في كل مكان فبتساعده وبتوصله للعربية وجون بيسأله عن المبلغ اللي ما ديون بيه للراجل وعرف انه هو 150 الف دولار وقتها بتعرف فرانكي انه هو مش دين رينو وانه دينها هي وبتعترف لجون انها ما قدرتش تدفعه فبيتكفل بيها وفي تاني يوم بيكون معاد جلسة جون مع الزابط ولما بيسأله عن اللي بدأ يعمله فبيقول لجون عن كل حاجة زي انه هو بدأ الكتال غير المشروع وبيضرب الناس والزابط كالعادة بيكون مش مهتم لدرجة انه هو مش بيسمع كلام جون وبيقول له ملفك نظيف وبعدها جون بيروح المستشفى يزور بنت فيرونيكا ويتطمن عليها وبعد كده بيروح بيقعد في نفس المطعم المتعود يقعد فيه والجارسونة برضو بيطلحز العربية السوداء اللي بيترقب جون وبيشوفها جون فبيطلبوا منه انه هو يروح معاهم فبيمشي معاهم وبيلاقي نفسه قدامه اصر كبير ولما بيدخل لها راجل عجوز وبين عليه القوة والصرامة وبيقول لجون انه هو المهندس اللي كان بيشتغل معاه في الانشاءات وعرف ان جون هو اللي انقذه من الموت وعلشان كده بيقول له انه هو مديون ليه وانه هو ممكن يطلب منه اي حاجة وهو هينفزله فبيحكي له عن البنت اللي هو بيساعدها وانه بيجمع الفلوس من المصارعة دي علشان عمليتها وبيطلب انه هو يراهن عليه بمبلغ كبير في القتال الجاي علشان يقدر يكسب وينقذ البنت وبالصدفة بيعرف انه هو نفس الشخص اللي رينه مديون ليه بالفلوس فبيفكر جون وبيكرر انه هو ينقذ صاحبه وبيترجع عن فكرة الرهان وبيطلب منه انه هو يعفرينه من الدين فبيوافق الراجل العجوز وبعدها بقى بيروح جون لفيرونيكا في المستشفى وبيوصلها من البيت بعد ما بقت كويسة وإهناك بتعترف له فيرونيكا انه هي عارفة انه قتل جزها دفاعا عن نفسه وما كانش قصد انه هو يقتله وبتعرف انه عمل العليه ومش لازم يكلف نفسه اكتر من كده وبتشكره فيرونيكا عشان وايف معها وجون بيبقى حاسس بالمسؤولية نحيب بنت فيرونيكا وبعدها بشوية بيجي معادل جلسة الاسبوعية مع الزابط ولأول مرة بينشوف ان جون بيتعصب على الزابط وبيكبره انه يهتم بكلامه لانه بيكون عاوز حد يسمعه وساعته بيقرر جون انه هو يوقف القتال لانه في النهاية مش هيدر ينقذ البنت لانه محدش هيرهن عليه بمبلغ كبير زي ده وبيكرر يلمه هدوم ويمشي من بيت رينو وفي نفس الوقت بنلاقي رينو وبيشكره انه هو عنقزه من الدين وبيقوله انه هو صديقه الوحيد وساعته بيعترف له رينو انه هو دايما كان بيتعامل بانانية لكن فكرته اتغيرت لما بيقابل جون وبعد كده بتتكلم فرانكي مع جون وبتقوله انه هي كانت بتشتغل عند الشخص اللي مديون لرينو وبتقوله انه هو كان بيعملها بأسوى جدا لدرجة انه هي في يوم كانت هتموت من قوة الضرب اللي كان بيضربوا ليها وقت ما شافها رينو قرر انه هو يركز معاها لكن الراجل قاله انه هو يشتريها وبيوافق رينو وبيدفع له كل الفلوس اللي معاه ولكن الفلوس اللي معاه مش بيتكفي عشان كده بيفضل مديون لي وفي وسط الكلام بيجي لهم رينو وبيقوله انه في شخص راهن بمبلغ كبير على جون في المباراة الجاية وبيسأل جون على الاسم اللي راهن عليه لكن محدش بيكون عارف اسمه وبيسأل جون اذا كان هيوافق ولا لأ وفعل ان الامل بيرجع لجون انه هو ينقذ البنت وبيوافق على المباراة وبيجي يوم المباراة وبيبقى عبارة عن شبكة حديد متعلقة في الهوى وبتبدأ المباراة وبيبدأ معها القتال بقوة بين الاثنين وبسبب ضخمة اجسامهم بتتكسر الشبكة وبيوقع على الارض وبيستغل الخصم الفرصة وبيوقع المسامرة على جون لكن جون بيقدر يتفاداها بس فجأ بيختفي جون وبيوقفرين وفرانكا الانين وبيفكر الخصم ان هو كسب المباراة ولكن فجأ بيظهر جون هو بيكمل المباراة ورغم قوته اللي قالت لكن مش هيستسلم وبيكمل في القتال وبيستجمع في كل قوته وبيضرب الخصم لحد ما يستسلم واخيرا بيفوز جون وبعد المباراة بيجيله الحكم وبيهنيه وبيعرف ان هو عارف ان هو اللي مراهن عليه علشان يساعده وبيشكره وبتعالج فرانك جروح جون وبيقول لها جون ان رينو بيحبها وانهم ملايقين على بعض وبياخد جون الفلوس وبيدفعها لمستشفى وبتبدأ اجراءات عملية زرع القلب وبتوصل فرانكا في المستشفى وبتكون مش مسدقة ان بنتها اخرا هتعمل العملية وبتشكر جون على مساعدته ليها وبنعرف انها مسامحة على قتل جزها وبيوصل لرينو علشان يكونوا جنب جون وساعتها بقى جون بيطلع ازرار والد رينو وبيدهم له وبنعرف ان جون هو اللي اشتراها من التاجر علشان يحفظهم لرينو فبنشوفهم بيشكروا رينو على كل اللي عملوا وبيخرجوا من المستشفى وهم بيفكروا هيعملوا ايه في المباراة اللي جاية وبكده بنكون وصلنا لنهاية احداث فيلمنا لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد سلام اشتركوا في القناة